محمد وأعود إلى أحمد دراوشة أحمد القنوات الإسرائيلية تتحدث وتتداول ما جرى في الضاحية الجنوبية وأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالهجوم قبل وقت قصير قبل دقائق بحسب ما تنقل القناة الثرية عشر الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين بالناحية وسائل الإعلام الإسرائيلية فإنما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيل وهو الحقيقة المطلقة عن استهداف غرفة عمليات لحزب الله اللبناني لكن أيضا الآن يجري فحص من كان موجودا من كيادات حزب الله داخل غرفة العمليات هذه داخل ما تزعم إسرائيل أنها غرفة عمليات بيئة الأحرى واضح أن هدف الاغتيال بالنسبة للصحفيين الإسرائيليين هو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وتنقل وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل تجري الآن أو تتحقق الآن من إن كان نصر الله موجودا داخل المبنى أو لا المراسل العذكري للقناة 13 الإسرائيلية يتحدث أو يزعم أن إسرائيل حصلت على معلومات استخباراتية عن وصول الأمين العام لحزب الله إلى غرفة العمليات ولاحقا شنت هذا الهجوم لكن كل هذه الأمور لا تزال حتى الآن أنباء أولية لم يذكر الجيش الاحتلال الإسرائيلي بصورة علنية من هو هدف هذا الاختيال اكتفى بالقول أن الجيش الإسرائيلي استهرف ما يزعم أنها غرفة عمليات لحزب الله اللبناني طبعا طريقة تعامل إسرائيل مع الأنباء منذ اللحظة الأولى لورود أنباء عن هجوم في الضاحية الجنوبية لبيروت هذا التعامل كان هذه المرة مختلفا عن المرات السابقة بيان على وجه السرعة صدر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خلال عشر دقائق من موعد الهجوم من لحظة الهجوم صدر بيان للمتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي ثم لاحقا بدأت تتوالى التسريبات إلى وسائل إعلام إسرائيلية عن هدف هذا الاغتيال وهو الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله كما تقول وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول أمن إسرائيلي بن يامين نتنياهو قطع اجتماعا له كان مع الصحفيين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد انتهاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة على وجه السرعة توجه إلى إجراء مشاورات أمنية كان يجلس مع الصحفيين فجأة دخل سكرتيره العسكري همس في أذنه فانطلق نتنياهو ياركود خارج اجتماعه مع الصحفيين من أجل للطلاع على المشاورات الأمنية والمشاورات العسكرية حالة عامة من الترقب في إسرائيل حالة كبيرة جدا يجري ترقب كل معلومة وتلقف كل معلومة ترد في وسائل الإعلام العربية وفي وسائل الإعلام اللبنانية كل صورة من منطقة الضاحية كل خبر من هناك حتى لو كانت الأخبار متضاربة عن نعم وجود الأمين العام لحزب الله داخل المنطقة المستهرفة أو عدم وجودها عن نجاح الاختيال أو فشل الاختيال كل معلومة حتى لو كانت متضاربة يجري التداولها في وسائل الإعلام الإسرائيلية ويبدو أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتأكد حتى الآن من نتائج هذا العدوان الواسع على الضاحية الجنوبية لبيروت وإلا لخرج وقال للإسرائيليين خصوصا أنه خلال آخر مرتين اغتال فيهما قياديين بارزين من حزب الله كلا يعلم عن نجاح الاختيال قبل إعلان حزب الله اللبناني عن هذا الأمر بالتالي حالة ترقب في إسرائيل لما قد يعلنه المتحدث بسم جيش الاحتلال لكن الأهم لما قد يعلنه حزب الله اللبناني قد لا يكون ذلك سريعا خصوصا أنه في العمليات وفي الغارات التي يكون فيها ضمار كبير عالة تتأخر بيانات حزب الله أعلن عن اغتيال عن استشهاد فؤاد شكر بعد عملية الاغتيال بنهار كامل بالتالي يجري قد لا نعرف المعلومات خلال الوقت القليل المقبل لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث بشكل واضح عن أن هدف الاغتيال هو الأمين العام لحزب الله وكما ذكرت أحمد بأن الهجوم جاء بناء على معلومات استخبارية دقيقة لو تفيدنا أحمد أيضا بما تقوله يدعوت أحرونوت بأن الهجوم نفذ بعد ورود معلومات استخبارية عن وصول نصر الله إلى مقار حزب الله في الضاحية هذا ما تزعمه وسائل إعلام إسرائيلية بطبيعة الحال المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية يزعم أن هذا الاغتيال جاء بناء على معلومات استخبارية بوصول الأمين العام لحزب الله إلى غرفة العمليات هذه من غير الواضح كم تكون هذه التفاصيل دقيقة هل كان هذا هو المقر الدائم للأمين العام لحزب الله ما هي الطريقة التي وصل فيها إلى تلك المنطقة هل فوق الأرض تحت الأرض كل هذه التفاصيل ليست واضحة حتى الآن هل كان الاحتلال الإسرائيلي يعرف عن هذه الغرفة قبل ذلك واختار قصفها اليوم كل هذه الأمور لا تفاصيل عنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية وقد لا نعرفها خلال الوقت القريب لكن إلى الآن إسرائيل تتداول بكثافة ما يحدث في لبنان كل خبر يتحول إلى عنوين في إسرائيل الاستوديوهات الأخبار مليئة بالتكهنات حول طبيعة هذا الاستهداف على الضحية الجنوبية لبيروت لكن إن صح هذا الأمر ريمة يعني أن الاحتلال الإسرائيلي انتقل إلى مرحلة جديدة من التصعيد في لبنان إلى مرحلة خطيرة جدا الأمين العام لحزب الله صحيح أنه أمين عام لحزب سياسي لكنه أيضا أمين عام لأكبر قوة مسلحة غير دولة ليست دولة في العالم يوصف حزب الله اللبناني بأنه جيش جيش كما تصفه إسرائيل طبعا جيش إرهابي بمعنى هي تدعي أن حزب الله تجاوز الجماعة المسلحة تجاوز المجموعة المسلحة تجاوز الحزب المسلح وتحول إلى حزب فيه أكثر من مئة ألف مقابل تقول إسرائيل أن هناك جيوشا أعضاء في الناتو دولا أعضاء في الناتو لا تملك القدرات العسكرية الموجودة لدى حزب الله اللبناني حسن نصر الله هو الذي حول حزب الله من طيار ديني من طيار عسكري صغير من حزب عسكري وديني صغير إلى طيار له هذا النفوذ هو شخصية مهمة أيضا بالنسبة لإيران تربطها علاقات وطيضة بالقيادات الإيرانية سواء القيادات الروحية القيادات السياسية وأيضا القيادات العسكرية إزدار تأثير حزب الله خلال العقد الأخير على وجه التحديد ووصل دوره إلى العراق وإلى اليمن وإلى سوريا طبعا بعدما تدخل هناك خصوصا بدءا من العام 2013 حدث كبير لكن طبعا إن صح هذا الأمر الذي يأتي بناءا على معلومات وتسريبات إسرائيلية إلى وسائل الإعلام حتى علنا لم يذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اسم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حتى الآن لكن واضح أن من سرب إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية هو الجيش الإسرائيلي تراقب كبير تحليلات كبيرة في إسرائيل لا تنتهي عن طبيعة هذا الاستهداف نتائج هذا الاستهداف لكن أيضا لتبعات هذا الاستهداف على المدى القصير لرد حزب الله المحتمل لكن أيضا على المدى البعيد لتأثير هذا الاغتيال انصح طبعا انصح بطبيعة الحال على حزب الله اللبناني خلال الفترة المقبلة تفكر إسرائيل في الرد تفكر في أكثر من ذلك ليست دائما نتائج الاغتيال تكون في صالح إسرائيل نأخذ أيضا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مثالا عندما اغتالت الإسرائيل الأمين العام الصابق لحزب الله لم تكن تتوقع أن يصبح حسن نصر الله هو الأمين العام وترأى التحول الكبير في حزب الله إلى درجة أن أحد كبار كيادات الاستخبارات الإسرائيلية نقل عنه قوله إن إسرائيل ندمت على اغتيال الأمين العام الصابق لحزب الله اللبناني لأنها لو كانت تعرف أن حسن نصر الله هو من سيكون الأمين العام لحزب الله والتأثير الكبير الذي أثره على هذا الحزب ربما لما كانت ستردى من سبقه من أمناء عمين سنعود إليك فور ورود أي أنباء ومعلومات جديدة من الجانب الإسرائيلي وأيضا لحزب الله